السلام عليكم أول تعليق من مدرب منتخب مصر بعد خسارة مصر أمام تونس اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب لعام 2021 نتمنى منكم قبل البدء لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنهى لأعجبكم نقدم أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات ستنهى لأعجبكم إليكم التفاصيل أقيم اليوم الأربعاء 15 ديسمبر لعام 2021 اللقاء هام جمع بين كل من منتخب مصر ومنتخب تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر وانتهى اللقاء اليوم بخسارة منتخب مصر بهدف النظيف أمام تونس وجاء أول تعليق من المدرب الفني لمنتخب مصر وقال أن الفريق كان أكثر حظا وهو الذي حقاق الفوز في لقاء اليوم مشددا على أن منتخب مصر لاحت له العديد من الفرص وهي الأكثر خطورة في اللقاء وأضاف أن الحكم أثر على لاعب منتخب مصر باحتساب رقل الجزاء غير صحيحة على منتخب مصر قبل أن يتراجع ويلغيها وطلب المدرب من الفيفا بالنظر في مستوى التحكيم وأعلن إلى أنه يرغب في نهاية مشواره التدريب في هذه البطولة عند هذا الحد وذلك تعبيرا عن استياءه من مستوى التحكيم تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وادمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر